في باكستان حيث تناول وطهي البصل من أبرز تقوص مائدة الطعام إلا أنه بات سلعة ثمينة تضاهي أطايب الفواكه والخضار كغيرها من العديد من دول العالم فقير محمد يعمل في زراعة البصل منذ نحو خمسة عقود لكنه بات يشتكي ضيق العيش وقلة الحيلة لقد سأت أوضاعنا خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع أسعار البذور والسماد المبيدات والوقود وفواتير الكهرباء عند بيع محاصيلنا لا نحصل سوى على ربع سعر السوق حيث يقوم التجار بتخزينها ثم رفع الأسعار دون أي رقابة حكومية لا أستطيع تأمين المصاريف لأسرتي وأشعر أن عملي لم يعد مجديا حال فقير محمد حال الكثير من المزارعين في باكستان الذين يشتكون ارتفاع تكليف الإنتاج بيد أن بعضهم يعولوا على استمرار ارتفاع أسعار البصل حتى موسم الحصاد الصيف المقبل بل ضاعف من مساحة الحقول المخصصة لزراعته أملا في تحسين أوضاعه رغم المخاطر لقد ضعف التكليف الإنتاج في السابق كنا نسترجع ما أنفقناه وما تبقى نصرفه على أنفسنا حاليا أسعار البصل مرتفعة لكننا لا نعلم ماذا سيحصل في الموسم الحصاد فإذا انخفضت الأسعار إلى النصف فهذا يعني أننا سنخسر ويتراوح سعر كيلو البصل في باكستان حول دولار أمريكي حسب بعد المنطقة عن مراكز الإنتاج والتوزيع فيما شح إنتاج البصل وقلة توفره دفع باكستان لاستيراد باقي احتياجاتها من الخارج لقد تضرر محصول إقليم السند الأكثر والأسرع إنتاجا للبصل بسبب الفيضانات وما ينتج حاليا بالكاد يغطي ربع طلب السوق أما الباقي فنستورده من مصر والهند وتركيا لذا فالأسعار باهظة بسبب الضرائب وكلفة الشحن والنقل وأدت الفيضانات العرمة التي شهدتها باكستان الصيف الماضي إلى إطلاف الآلاف من الأراضي الزراعية كما أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من تكاليف الوقود والمواد الزراعية كل ذلك عوامل ساهمت في انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب وارتفاع أسعار البصل إلى جانب ما خلفته الفيضانات من أضرار بالمحاصيل الزراعية في باكستان ومن بينها البصل يعز مراقبون ارتفاع أسعاره عالميا إلى زيادة كلفة الوقود والأسمدة والاحتكار والتلاعب الأسعار عبد الرحمن مزيني العربية مقاطعة باتر ترجمة نانسي قنقر